ليه ليه بالعكس بالعكس مش نبدأ منين انت انتهيت ونرجعلك معناها للنقاط الأخرين بأكثر تفصيل انت قلت مواطنون ضد الانقلاب حركة معزولة أبدا اليوم المطبخ السياسي في تونس أو العملية السياسية تحتمل عندنا نحنا تحتمل في مقر الإذراء اليوم معنا تقريبا جل الفرقاء السياسيين جايونا وزارونا وأكبر دليل اللي نحن مش معزولين مرحبا بي كان يحب يجي حزب العميل جايكم حركة شعب جادكم اتحاد الشغل البعث لكم اتحاد الشغل نقب صحفين بحثت لكم شكون النساء الديمقراطيات بحث لكم شكون مل كيفش تقول لي احنا مناش حركة معزولة هابش نجاوبك تعيشون في عزلة سياسية هكذا يقول البعض وهكذا تقول الوقاعة دقيقة اللي مجيش هو حر ولكن انا نبني ديمة على المنجز نحنا شو عنا اليوم نحنا اليوم مثلا عنا اتفاق مع اللقاء الوطني للانقاذ اللي نحنا نتشاورو معاه وبش نجوفو كيفاش معنتها يكون العمل بصفة معنتها ثلائية اللي كانوا في حكومة المشيش نجيب الشابي اللي هو معارضة بالحاج اللي هو معاش في مواطنون فدر القليب ياخي انت تحب نجيبو ناس اخي الموجود في المعارضة والموجود في الحكم الكله تونس الكلها ناس كلها خدمت مع بعضها وناس كلها عندها تاريخ مشترك وناس كلها عندها سيرولة احكي لي اليوم على المواقف الجدية والمواقف الحقيقية اليوم شكون معزول سمحني والرئيس تمشيله النقابة ويمشيله اتحاد الشغل وتمشيله النساء الديمقراطيات ويمشيله حمل همامي ويمشيله حتى حركة شعب ميمشيله حد على اقل نحنا زيدين عليه عنا الاصدقاء وعنا ناس الوطنيين اللي قاعدت جينا يجا نقول لك راهو انك انشي اليوم تضرب مواتنون ضد الانقلاب مش نحكي على محمد نحكي عبسيب عاما هذا ما ينجم هذا دولك يا صحفي مستقلة راهو اليوم الحديث على العزلة واضح شكون معزول نحنا منش معزولين نحنا في التحام مع الشعب في التحام مع الاحزاب اللي تحب تخدم معنا ومرحبا بيه هوني بش نعجعلك الحركة النهضة سمحني خي حركة النهضة تستنى في مواتنون ضد الانقلاب ولكن حركة النهضة لبت دعوته مواتنون ضد الانقلاب ونحنا هناه مش نقول لها هذه وما رحب بيه لكن فم جزء من المعارضين اللي يكم واكعتذر على التوصيف يقولوا لك نتمو خمسة عند حركة النهضة يي detail عن طلبك انت�� ب�וك دولك حركة النهضة التي لفضها الشعب التونسي محمد ايجا نقولك سي على فضلها الشعب التونسي هذيك راهوا ما هوشي بالتزمير وما هوشي باليحياء راهوا بالصندوق معناها كي غدوة نعملوا انتخابات كانك علينا ان شاء الله ما يتخبوشي معناها ناس اللي هما ما يعرفهمش ولا ما يعرفوش برامجهم نعودوا نحسنوا معناه حتى في طريقة الانتخاب وحتى في توعية الناس هذي موضوع اخر تقولي انتي رئيس الجمهورية استجابة الحقيقة هذي سردية انا واحدة من الناس لتاوا نحب نفك شفرتها هلتاوا نحب نخرج جملة واضحة نفهمها نرجع لك لنا نحنا مواطنين وزيدين ويزور المضربين جاي زارهم ومشي على روحوا كيفوك في اي رئيس حزب كيفوك في اي مواطن يحب يجي نحنا مفتوحين للناس الكل معدكم مش مشكلة مع رشد الغنوشي؟ معدش انا انا شخصيا مواطنين وزيد الانقلاب لعنا مشكلة مع رشد الغنوشي لعنا مشكلة مع حتى حد نحنا لنا اقصائيين لشي اللي انتي عندك مشكلة معناه هذا برمشي قضيها برمشي قوم عليها الحجة ورينا فضايحها ورينا ملفاتها تعليش تحبني انا مثلا نتعزل كيفك انا منتعزلش انا انا نمشي بالحق نمشي بالقانون وانا بالنسبة ليا تونس اللي نحبوها نحنا في مواطنين وزيد الانقلاب تونس للناس الكل هي فرصة راهي طوا بش الناس الكل ها تعرف اشنية هالسولات والجولات في مخيلت معنتها هيلة 25 جوليا ياخي وين الغرف المظلمة هاي وليت عند الرئيس وين هو محابيت هاي وليت عند الرئيس وين هو قانون الجيباي هولا عند الرئيس تي سمحني نحنا وين نحنا وين يا محمد طيب حكيت على تنسيق مع اللقاء الوطني للانقاذ هل هناك نيري تشكيل جبهة سياسية واسعة في الفترة القادمة هل هناك اتصالات ببعض الاطراف السياسية الاخرى نجمو نقاول احزاب الاجتماعي الديمقراطية معاكم في تحرك احتجاجي مرتقب قد يكون في 14 جنفي محمد تحب نقولك حاجة نس كل تحكي مع بعضها راه نس كلها تحكي مع بعضها حتى رجل الغنوش اللي انت كنت تتسمي فيه والكل وتقول نازم يحكي وشما نس كل تحكي مع بعضها ونس كلها الوطنيين الحقيقيين راه ميحبوا يبحثوا عن حل وكل منهار يزيد في تونس وكل منهار نشوفه الصعوبات تزيد حتمية انه سنلتقي حتمية انه ستتوحد جبهة كاملة ضد الانقلاب يعني اليوم في مواطنون ضد الانقلاب بدعيو حزب العمال ندعو نسكر كل الاحزاب المعارضة لهذا المسار لتشكيل جبهة سياسية طبعا طبعا ونحنا منفتحين على كل الاقتراحات منيش منيش جايين اندوغم نحنا نحنا جايين نحبو نلقاو حل نحنا جايين نحبو اولا سبيان نحنا كنا من الاوائل اللي قلنا راو فما مشكل من الاوائل اللي قلنا راو هذي نحنا دخلنا عصر الكذبي والبهتين من الاوائل اللي طلبنا بانتخابات سبقى لقوان هاخذر اليوم والأصبح لو استجيب الرئيس عمال خارط طريق بالله يا محمد بش نسألك انتي معنتها نا انتي مش جاوبني موش موش بسألك مسلس هو سؤال الزمني ما يستحق الشواب لا تقلبش رقاية في العالم الكل كيف نقوله انتخابات سبقى لقوانها وفوقها شنيه تسعين يوم هكا ولاي نشوف وين شي يعنا الرئيس مفهمتش اينا انا اصلا منحبش ندخل معناها في المنطق اللي قاعدة رئاسة تكلمنا بيه او تخطبنا بيه لانو وقتها اينا بيدي بش نصيب بالعطالة الفكرية لهذا انا هما يقولك out of the box انا out of the side نحب نخمم في منطقة خارج هيدا المنطق لانو المنطق هذي يكن بش ندخل فيه سنصاب جميعنا بالشلل الفكرية السلامة